ستة أشهر فقط مرت على مواجهتهم الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي واليوم تعزز حركة الجهاد الإسلامي بنيتها العسكرية وتتأهب لمواجهة جديدة يمكن لها أن تحدث في أي لحظة وفي هذه الأنفاق المظلمة يسابق مقاتل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي الزمن لبناء قدرتهم العسكرية التي برزت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع هناك مهام عديدة للأنفاق كلها تصب في مصلحة صمود وتعزيز ثبات المقاومة الفلسطينية وفي خانيونس جنوبية غزايا تحضر مقاتل سرايا القدس بوسائل مختلفة كالقفز على حواجز الإيران وحناجرهم تصدح بكلمات معادية لإسرائيل والولايات المتحدة الأمر الذي ترى به حركة الجهاد الإسلامي عقيدة وفكرا رغم الهدنة الهشة التي تراوح مكانها دون اتفاق يقول مراقبون إن الفصائل الفلسطينية تتحضر لجولة جديدة قادمة لا محالة وإسرائيل كذلك